موضوع تاني تبك على السوشيال ميديا وقالب الدنيا بالمعنى الحرفي وهو موضوع التقرير اللي كتبه الكابتن محمد ياسين مرائب مباراة الزمالك وبيراميدز في أولى اللقاءات في كاس السوبر المصري اللي تلعب فيه أبو ظبي الفترة الماضية هو التقرير ضاع ولا مضاعش؟ هو التقرير يتمسح ولا ما تمسحش؟ عشان نبصت المسائل للناس لأنه واضح كده أن فيه حاجة بتحصل مش طبيعية إزاي؟ هو المرائب لما بيقدم تقرير بعد مباراة بيبعنده فورما كده سابتة بيكتف فيها النتيجة تغييرات الشكل العام بتاع المباراة وفي تقرير منفصل بالأحداث اللي شهدتها المباراة إذا دعت الضرورة لذلك طب المرائب خلال 48 ساعة لو ما عملش ده المفوت بتوقف طب هل حصل ده؟ لا المرائب بعت التقرير بعت إزاي وعمل إيه؟ أولا بعت التقرير على الواتس أب لناصر فراج مقرر لجنة المسابقات أنا بقول بالأسامي وبعت التقرير على السيستم لأن المرائبين لهم سيستم إلكتروني بيترفع عليه التقرير الخاص بأحداث المباراة وسلم التقرير باليد في فندو الإقامة قبل ما يطلع على مباراة الأهل وسراميكا يعني طلع من مطش الزمان الكو بيرامتز راحل أوتيل قابل مقرر لجنة كابتن ناصر فراج سلموا التقرير في ظرف مقفول ويطلع على مباراة الأهل وسراميكا وبالتالي التقرير وصل للجنة في ثلاث حاجات عبر السيستم وسلم باليد لمقرر لجنة المسابقات الكابتن ناصر فراج وكمان اتبعت على الجروب الواتساب إزاي بقى التقرير ضعه؟ قصة كده وحكاية أعتقد يعني لجنة المسابقات أو تحديداً الحاج عامر حسين لازم يطلع يوضح لأن المرائب أم بالضور بتاعه أم بالواجب بتاعه كده كده يعني لو التقرير ناصر فراج نصيف أبو ظرف يو مرجعش بيه هو موجود على السيستم ولا هو تعمله دليت من على السيستم؟ ده سؤال سؤال التاني معاندك على جروب الواتساب طيب الجروب مثلاً فيه مسح الأرشيف بتاع الشغل طيب ما هو عندك على السيستم؟ فكرة إيه على التقرير تاني؟ يبقى هو تدلت من على السيستم ولا ما تدلتش من على السيستم؟ أصل فكرة أصله نصيفة أبو ظبي مقدور عليها مش قصة طيب على فكرة عايز أوليكه على مفاجأة تانية القصة دي دايرة من المبارح مش النهاردة وقاليكه على مفاجأة تالتة الأستاذ جمال علام طلب نسخة من التقرير ووصلت له ليه بقى فكرة أصل التقرير ضاعة؟ لا البضاعة المرة دي لم يطلفها الهواء البضاعة موجودة بس عارفين الدوشة دي كلها ليه؟ أقول لكنا ليه؟ لأن العقوبات مش هتبقى على اللاعبة بس ولا على إداريين بس لا دا كمان في خروج عن النص حصل من الجماهير فأنت العقوبات شملة جماهير وإداريين ومسؤولين ولاعبين أتحدى أي حد في اتحاد الكورة يطلع يكذبنا ويطلع التقرير ويقول إن الحاجات دي مش موجودة في التقرير القول الفصل عندك التقرير على السيستم إيه؟ اتدلت؟ ولا ما اتدلتش؟ ما لو نتنسيفة بوظابية مش مشكلة ما هو على السيستم ولو كلمت محمد ياسين تاني عندك نسخة منه موجودة وكده كده رئيس الاتحاد عنده نسخة من التقرير إيه بقى القصة والحكاية عايز ترميها على لجنة الانضباط ولا أنت كمسابقات يا حج عامر مش قادر تاخد قرار ولا إيه القصة اللي طلعت وإحنا مش فاهمين إنتوا عايزين توصلوا بأي نتيجة أسأل نتكلم في العقوبات تم فيه عقوبات من المسلم الماضي ما طلعتش لا الزمالك والمصري ولا جميز ولا واقعة عاطف حسين ولا واقعة أحمد الغندور ولا واقعة أهل وبيرامدز مروان حمدي الواقعة كتير والتفاصيل كتيرة بس خدوا بالكم فيه كلام كتير بقى يتقال بيعمل ألأ في الوسط الرياضي كونوا حريصين على المشهد العام للوسط الرياضي ووقع العقوبات ولا أنت أهل قام من المكتوب في التقرير تجاه مسؤولين ولعبين وجماهير هنشوف في الساعات الجاية إلا يحصل